موسيقى موسيقى كل الناس اللي بحرفهم بيروحوا على لبنان أول شي بيحكوا عن الأكل لأنه الهوسبتاليتي والكرمة الضيافة اللبنانية الألوان أكلنا هو الشغل الوحيد اللي مش مختلفين عليها وهي بتجمعنا أي شخص حتى بيجينا كتير جنسيات من كل بلاد العالم بقلولنا لبنانيسفود يعني شغلة كأنه عم تعطيه لي كتير 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 كبيرة شط ريلته محمس كتير رح بلش أكيد 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 صحتين صحتين شوف إليك هو نتيجة نتيجة تعب كله أنا جيت على شي على دوباي وتطورت معنا لأنه هي حياة هوني عنا بدوباي وأنا بشكر صنو الشيخ محمد الراشد بشكر أهل دوباي لأنه هي أرض خصبة للتطور فنحنا إذا مركضنا مع هالجماعة بحصيل وراء كل واحد نجح ما لازم ينكر شميل الأرض أكيد أكيد إنت إذا بتبلش من واحد لعشرة وجيت مع شخص تاني من واحد لعشرة وأنت صرت بأربعة بتلاقي حالك مبسوط بس إذا هو صار ستة يعني إنت راجع اتنين لوراء فنحنا عم نرقد ونمشي بأفرع جديدة بمناطق جديدة كل ما عم بتقرب البلد على كل ما عم بتقرب هالمدينة الحلوة عم تخلق مناطق جديدة وحلوة نحنا عم نواكي بالوقت عم نفتح بالبالب فتحنا بإمني الشيف لأنه عم تتطور بلد نحنا عم نطور حالنا معه صار وقت نحكي عن الأكل وين تبلش؟ بلش من وين ما بدك كله طيب اللي بنعمله دايما نبلش دوق الحمص الحمص يلي هو الأساس هو ميزان ميزان الطبقة اللبنانية الحمص والتابولي يعني تفوت على مطعم بس يكون عنده حمص تابولي طيبين وراء عنا هدول ميزان عنده الحمص يلي حامضه هكي مثل ما لازم زيت الشي مثل الورع عناب هلا ما تشوفه بقلب الخروف وينو تشوف عمار؟ يلا يلا خرجينا طبخنا هيدا الجندي المجهول هيدا الجينيس طبعي حبيبي يلا سلم بيتك يا عمار هيدا مسحب بالعضب تقطب وتضبط ها في اي شي هلا حصل لك هيا من النص هيا ميزان تظهر وتشوفش مخبهين لك واو هاي قصة كبيرة كمان انا رح ساعد عمار ها معايا شو هيدا شغلة جديدة هيدا خيال انت رحلة العذاب الصباحية طبعي لما بفوت على المطبخ هالاكلة طيبة والتناجل الكبيرة شوف انا كيف منحافظ على حالي لازم كون 200 كيلو مرتاحة كنا عم نحكي عن عن الدهني عن الفات عن الملقبار اللي نزيدهم اللي تشربتهم لجوه الحمدلله كتير خفيف وطيير ثلاث ساعات مطبوخا يعني عم تهدوا الهدل كما بقولوا الحمدل الله لا كله على زوءك الحمدلله هادي الكبيرة العربية أكلة تقليدية معروفة عند بيارتي مطرة ايه هادي السباح حوامد يتكون هادي بتنعمل بموسم البصفان هادي لازم يكون بصفان حتى تنعمل العمل بموسم هادي مش صحا هادي مش شوار هادي بتاكل سباح ساعات شغل على النار لحتى تطلع هيك طيبة واو تتعقدوا هادي واو 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 شغلة كبيرة بعدين دوام نكفة حسيت بالإحساس الكافتة والكب نية هادي عملناها أصور هادي عملناها أصور هادي عملناها أصور الحمص عظيم محمرة هادي المحمرة هادي هادي ه原 couleur على أنها أصور اصور فهذا محمرة تأني عملناها اصور بيروت بيروت 30% محمرة حرّت معانا ويجب ски باقفلا cuz زيتون صحيح. لكن الإنجليديا كتير مهم. نحن نجيب كتير إشياء من لبنان. نجيب تحينتنا من لبنان. نجيب بسرن ماء زيت الزيتون. البرغول. كتير كتير شغلات نجيوبها من لبنان. حتى ما يشرب عنكم من لبنان. كبيسنا زايتوننا. كل شيء مخللات كله من لبنان نجيبها. كتير إنجليديا من جيبنا. وراء عمر كله مجيبه من لبنان. كتير مخصوط. وبهاراتنا نحن المطعم الوحيد ممكن عنا اكتفاق جاتي بكل شي لحمتنا نحن نساوية فرماية كزاد ما مش رمي عن حدا قلنا مش رمي كل شي يعني شفت انو عندي مرحمة لانو ادا شغفة يعني حتى بهارات لحتالي ما يصير فيه غلط بالانجريديون نحن بمطحنة لانو عادة فيكون فيه بهارات مخصوصة بالسوق بيغسوه البهار بيحطوله رز وبيلونوه وبيشتغلو عليه البهار ليوفره فيه فنحن حتى الابغاد نحن بنطحنه بنحمصه بالفرام ونطحنه لناخد نتيجة لناخد نتيجة انا جاهز اني اقعد ايكل على الويب رح حط هيدا الصحن قدامي وتسلى فيه صحتان وانا صحت رح نبعت وراء الشباب اللي صار من عبوكرا معنا نتغدى صور وصار وقت نتعرف مع الشباب بعد هلق نروح الى البرانش جديدة اللي بأم الشيف من اجمل محلات دوباي وعملنا كتير كتير صدر الحمدلله رب العالمين بتشرف اني اتغدى معك رح نتغدى صور ومنكفي كسدورة عرف روح انا كل شي من ريحة لبنان بنحبه بالنهاية احنا لبنانية بكل فخر بلسلام عبوكرا معنا نتغدى صور وصار وقت نتعرف مع الشباب بعد هلق نروح الى البرانش جديدة اللي بأم الشيف من اجمل محلات دوباي وعملنا كتير كتير صدر الحمدلله رب العالمين بتشرف اني اتغدى معك رح نتغدى صور ومنكفي كسدورة عرف روح انا كل شي من ريحة لبنان بنحبه بالنهاية احنا لبنانية بلدنا بكل فخر فخرنا الحمدلله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 اعتبر ب一次 كما قد يكمل سنوت اليوم اذا نصنع لديناه ترجمة نانسية عليك محاوله 세계 هذا أكلك، هذا صحنك، طبع الصفادة بنفس اللقمي، بنفس الجودي، بنفس النوعية لكن خده بقات مصفيرة أحلى، بمحل شكله أجمل، الأمبيانس، موسيقى، الاستقبال وزبون عطول يقول لك أنه أكيد إذا أنا عم بأخذ شيء زيادة وبعدني أنا عم كمان بنفس الـ value طبع الصفادة القديمة، ليش لا؟ يعني بيوم إنه يجعلني زبون يحس أنه صار فيه attention لهذه الـ details اللي كانت أكتر مركزة بس على الـ quality of food يوم راحت أكتر على how to serve this quality غيرت الدني من حداً هو بيعمل ماركتينج لأن الناس هي بتعمل لك ماركتينج غيرت الدني من محل ما كان فيه انستجرام، لأن اليوم فيه حداً فيه انستجرام ويمكن الجيل قديم ما بيفهم هذا الموضوع، شو كان للكندور في هذا الموضوع ما كانت كتير تشالنج لأننا نحنا إنه تتاكوفر مشان أول شيء أنه مفضل بكير متفقين كما بيشان أول شيء متفقين فسهلتنا كتير الأمور بالشغل كل واحد قسمنا الشغل، أكيد السوشال ميديا is something very important for the brand طرينا بدك تسير تواكب شوي in terms of presentation, in terms of branding بدك شكم من تعمل الشيء مش بس يكون good in terms of taste بدك تعمل something for people to share, something people they want to show on their Instagram شيء يجب أن تعمل شيء أكثر يكون مرحباً غير بس الطعام لأن الطعام لا يوجد شيء فيك تأرجي للعالم بس تأرجية كيف شكله الصحان أو كيف شكله المحل أو أين فاتح بأي الأمور فكتير حاولنا نشتغل على هيدا الأمور فيعني واحدة مننا كانت نغيير بالبراندنج اشتغلنا عمنا براندنج وقد افضلت الوغو وقد افضلت الوغوات وقد افضلت الوغوات وقد افضلت الكثير من الوغوات خددت مع الوالد وهلا عم بتحلى معكم اليوم شو عمناكم؟ سألت سؤال كتير مهم انتو بتعملوا كل الحلو عربي بمطبوحكم حسب ما شفت انت اليوم مع الوالد كمان ما منحب نقدم شي لاززبون نحنا مش عاملينه فروم سكراتش لأنه لسبب حتى إذا كان البرودك طيب او حتى كمان إذا ما كان البرودك ما منحب ما نكون مسؤولين عن هالطعم وعن هالكواليتي يعني اليوم ما فيك تقول له لاززبون مثلا إذا قالك الكنافي مش طيبة ما فيك تقول له انه أنا هايدي الكنافي جايبة من بره هايدي مش حجة زابطة لمطعم عنده مانيو فيه بقلبه كل هالفرايتي توصل لما حال تقول له لاززبون لا هايدي مش شغلنا والمانتلي ايتم كانت لأنه مثل ويندو إنه نحنا مع منغير بالوفرينج طبع السفدي بس بهذا المانتلي ايتم لأنه شي بيجي شهر واحد وبيبو ما بيعود بيجي إلا إذا زبون كثير طلبوه يعني مثلا عملنا ليبنيز بيرجر كل العالم استغرب وصفدي مشاوش هورمة مؤدلات لبنانية عمل ليبنيز بيرجر اضطرينا نعيدها بعد ثلاثة شهر من وراء العالم على التليفون بالمطعم إنه فليز هيدا برودك لازم ينزل عالماني يوم نقول لهم لأ إنه منا نحافظ عليك سبيشل وف دي مانتلي دي السرات كوني بياخده عقل صحتان تاني قرشته ما فيه وزيت القشطة اللي بقلبه طوب نوتش بنافي وريحته حلوة كتير وزهر اللي بقلبه عظيمة حالة الجبن غير شكل لامة نيتلا هايدي هيك شوي توستد نيتلا ستروبري قطايف نحنا كتير اتعلمت وكتير ستلزيت متشارم جاملة تعريبا نترككم الرابع والخيمس والسدس من شاء الله أكيد